اشتركوا في القناة ويصدقون عليها لقب شجرة الدماء بسبب السائل الذي يخرج منها عند قطع جذوعها فهي تبدأ باخراج سائل احمر قاتم وكأنه دماء حقيقية وفسر العلماء هذه الظاهرة العجيبة بان هذا النوع من الاشجار يخرج ذلك السائل لتحفيز الخلايا للالتحام بشكل اسرع وهناك استعمالات عديدة لهذا السائل الاحمر منها استخدامه كصبغة في بعض المناطق المختلفة مع دهون حيوانية لانشاء مستحضرات التجميل ويستخدم سكان تلك المناطق السائلة كعلاج طبيعي بديل للأدوية في حالات الملاريا ومشاكل المعدة بالاضافة الى استعمال خشبها لانشاء الاثاث عالي الجودة لانه ينحط بسهولة كما ان لديه قوة تحمل عالية مما يجعله مناسبا لبناء القوارب والزوارق وبسبب قيمة هذه الاشجار الكبيرة عند الشعوب الاصلية في وسط وجنوب افريقيا وتعدد استعمالتها يجري حصادها بمعدلات كبيرة مما ادى الى انخفاض عددها في الآوينة الاخيرة الجدير بالذكر ان شجرة الدماء هي نوع من خشب الصاج الاصلي ويصل طولها الى ثمانية عشر مترا وهي على شكل مظلة جميلة تحمل زهورا صفراء بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالاعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع اصدقائكم ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الان اشتركوا في القناة